الحلقة الحب مع الأستاذ حسن شاهين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان أهلا وسهلا بكم ومع الحلقة الأولى من هذا البرنامج الذي يتحدث عن العلاقات الأسرية كيف نبني الأسرة من بدايتها حتى نهايتها أنا أخوكم حسن شاهين نتجول بإذن الله عز وجل حسب قدرتنا واصطاعتنا في هذا البيت الجميل ومع هذه الأسرة ومع الزوجين في بداية الحلقة الأولى أتكلم معكم عن قرار الزواج أصلا هل اختيار أو التختيط للزواج مبكرا أو متأخرا يعتبر قضية مهمة جدا في نجاح هذا الزواج نعم نعم وبكل قوة أن تقرر أيها الشاب أن تقرر أيها الفتاة متى تتزوج في أي وقت تتزوج مبكرا متأخرا في أي عمر من حياتك هذا هو اختيار شخصي وهو حر لكن أقول هو يصب في نجاح هذا الزواج بعض الناس نضج عقله مبكرا أصبحت أفكاره مستقرة أصبح مهيئا لك أن يتزوج ويبني بيت لا يعني ليس شرطا أن يكون المال متوفر معاك المال لكن لا يتوفر عندك الاستعداد النفسي لكي تبني بيت المرأة ليست لعبة خلاص أنا معايا فلوس بابا معايا فلوس بدي أتزوج لا أو الأب ثري جدا وغني جدا يزوج ولده في أي عمر على كيفه بما أنه الفلوس توفرت لا هذا ليس قرارا صحيحا القرار الصحيح أن يكون الولد الشاب والبنت وصلوا الاثنين إلى مرحلة عقلية ناضجة تسمح لهذا الزواج بالاستمرار تسمح لهذا الزواج بالنجاح في تلك الساعة يجب أن تبارك هذه الزيجة من الأب ومن الأم من الطرفين أب الفتاة وأمها وكذلك الولد إذن قبل أن نبدأ في انطلاقتنا في هذه الحلقات في هذا البرنامج أقول للجميع خططوا لبداية الزواج بشكل صحيح ولا تتركوا فرصة للصدف الصدف لا تصنع زواجا ناجحا بل التخطيط والذكاء والفهم والإدراك والوعي والتفكير العميق هو الذي يصنع زواجا جميلا وناجحا ومطمئنا وأركان هذا الزواج تكون أركان متكاملة بإذن الله عز وجل دمتم بخير نلتقي في اللقاء القادم بإذن الله وأنتم في صحة وسعادة وسلامة وفي أمان الله هذا البرنامج بالتعاون مع جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة الهاتف الاستشاري المجاني تسعة ألفين واحد أربعة اثنين واحد الأسرة من التكوين إلى التمكين